لمناسبة الصوم الكبير وعلى مسرح جامعة الأيو سن الفيل رح تنعرض بين واحد وعشر أدار المقبل مسرحية اجتماعية روحية بعنوان نبع المحبة لن نعرف تفاصيل أكتر عنها المسرحية بسنة نستقبل المؤلف والمخرج أنطوان عطوي أهلا وسهلا فيك والممثل إلياس عراموني حضرتك كمان رح تقدي واحد من الأدوار الرئيسية بالمسرحية بالبداية بدنا نعرف منكم من وراء فكرة نبع المحبة لا أهلا مجرد أني مؤلف ويعطيكم العيفة أول شيء يا أهلا وشكرا لكم للاستضافة أهلا وسهلا طبعا هي من تأليفي وأخراجي هو مجرد الصيام أو الفكرة الروحية موجودة عند الإنسان فأي موهبة عنده إياه ويمتلكها فبنبع من عنده شغلة فنبعت من عندي فكرة أنه أوصل لعنوان هو القمة يعني أنه تحكي عن المحبة وعن الحب وإلى آخرين هلا عم نحكي عن نبع المحبة يعني يكون اختصرنا كل الأشياء اللي هي بتضم مفردات الحب والمحبة بنبع اللي بتنبع منه خاصة لما نحكي عن الصوم طبعا يعني كل عمل اللي بنعمله لازم يكون نبع من المحبة أكيد فريق العمل لهيدا المسرحية من مين مألف؟ هلا مألف من مجموعة بين صغار وكبار 23 شخص يعني بين صبايا وشباب وولاد صغار يعني وطبعا أدوار متنوعة بتخلى كمان غناء ورأس للأطفال خاصة يعني وهي القصة بتحكي عن عائلة وتنين بيحبوا بعض الأخوة شباب بأحد الضيعة اللبنانية فبيتوفى الباقي وكانوا كتير بيحبوا بعضون فصاروا أعداء من وراء الورثة وهذا المشكلة وهذا العام نعيش وهذا المشكلة الموجودة بكل بات هذي ما بتعفي أي بات يعني إن كان في لبنان أو خارج لبنان أو بالضياء أو بالمدن هي سبب المشاكل يعني أي مشكل بتحس بين أقرب الناس لبعضون وفي مشكل وبعد هي الورثة ما فيه غير هاك يعني فأنا أخذت الفكرة من هون يعني أن بركي بقدر عالج ولو نقطة يعني ببحر أن أحكي عن هالموضوع يعني استاذي ليس خبرنا أكتر عن دورك بالمسرحية أنا دوري دور البي يلي بس شم ريحة الورثة انفقد من قلبه المحبة صار بباله المصاريه بس وصار ما يهتم بعائلته ما يهتم بمرته كريه خيه صار يعني بيتمنى للموت حتى هو يستفيد ماديا ولا تخيه كمان حتى كريهن وهالشي يعني ضيع من قلب البي ما حبته والمال مش منيح أبدا بفرق الإنسان لازم يكون الإنسان بحب ربه وما يهتم بالمال هالشي من وراء أولادنا بالمسرحية هن بدون نسيروا يعملوا طريقة أنه يجمعوا العائلة يجمعوا الخيان مع بعضهم وهيدا الشي منتركوا اللي برح يتفرج على المسرحية يشوف شو رح يصير بالنهاية فيها أكيد لما نخبر كل القصة حتى ما نخبرها كلها رح نشوف نهاية سعيدة بالمسرحية أكيد 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 ناخد عبرة لأن نهاية الصوم هي قيامة وفي قيامة هي فرح بالنهاية وليس بالكمان المسرحية تاخد عبر من هالمناسب الحلو الكريم الروحية هل المسرين رح يكونوا منهم محترفين منهم لا؟ صحيح فيه محترفين وفيه هوات يعني وأكتريتهم من أولاد رعاية يعني عم يشتغلوا مجانا لهذا العمل هو بيجمال العمل كله مجانا طبعا أكيد مجانا لأنه العمل هو له رسالة يعني هي رسالة إن كان محبة إن كان روحية إن كان إنسانية لا نقدر هي الفكرة يعني كمان إجت هي لحتى نقدر نفرج إنه قادرين نحن من خلال الإعلام والفن وخشبة المسرح قادرين نوصل إحنا كلمة حلوة كلمة نضيفة قادرين نوصلها كمان هذا هو هدف من الأهداف اللي خلتني أنا ككاتب يعني وقوم بهذا العمل فخاصة مثل ما بنعرف إنه في كتير أشياء يعني هكي شوية بتكون بعيدة عن ربنا يعني إن كان كبرامج إن كان كبعض الفنو بعض الإعلام إلى آخره مهم كمان إنه يكون على خشبة المسرح يكون عم نوصل رسالة روحية هل أنتاتش مع شخص دغري مع الناس وجهاً لوجه أكثر من أن نكون في مكان قدام يكون عبت حضر يعني لكن المسرحية من واحد لعشرة أذار المقبل ساعة 8 مساء على مسرح جامعة الأيو سن الفير البطاقات من وين نقدر نحصل عليها؟ هي صراحة إنه نحن عطينا لرعاية وعطينا لجمعيات يعني هي مرنة تجارية هي حتى يستفيدوا هالحركات الروحية والرسولية بدوا يصير اقتصال يعني ما وحف إذا بقدر أعطي رقم ومنواجههم لأي وان يقدروا يستلموا بطاقات ونعزمون يعني هي الهدف منه هيك 03-369-401 وأهلا وسهلا بالجميع نحن ندخل الثانين بزمن الصوم الكبير مفتوحة عندما أهلا وسهلا أكيد نحن ندعي كمانا كل الأشخاص اللي عم بتعبعونا يروحوا يحضروا المسرحية كل توفيق لكم ورح نقل لكم منها لأصوم مبارك مرسولة لكم كمانا مرسي أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا نحن ناخد فاصل أعلينا قصير ونجعل نتابع حالتنا ترجمة نانسي قنقر